إذن الإمارات وإسرائيل ستبعث وتذهب في الاتجاه لتشعل في حرب ما بين الأشقاء وسيكون ذلك مدمر وسيكون مؤلم جداً جداً أن يتقاتل المغاربيون الجزائريون والمغاربة هل اليوم بشار لديه قرار فيما يجري في سوريا؟ كل الكتابات الرصينة تقول أن الجيش السوري هو رقم ثمانية في سوريا أنا لا أقول أن غداً الجيش المغرب يصبح رقم ثنين أو ثلاثة لكن إذا كانت هناك حرب لا قدر له قد يصبح ذلك وقد تصبح الإمارات وإسرائيل ودول أخرى بالتأكيد ستتدخل إذا صارت حرب بالجزائر في الجزائر وفي المغرب والكارثة على البلدين والدمار سيكون للبلدين ما الذي قد يفكر فيه العصابة عن الجنرال؟ ربما يفكرونهم أيضاً باتفاق باستقدام الروس لأن الأخبار تقول أيضاً أن هناك مناورات قادمة مغربية إسرائيلية أمريكية ولا أستبعد أن تشارك فيها الإمارات أيضاً طبعاً لدينا مجموعة من المجانين المجرمين القتلى اليوم هرم السلطة العسكرية في الجزائر في الغالب مش كلهم لكن الهرم الرئيسي كانوا قتلى في التسعينات كانوا رواد وعقداء وأحياناً كانوا جنرالات وكانوا قتلى ولذلك هم يحاربون الشعب الجزائري بشكل رهيب صحيح ليس بالقوة المسلحة مباشرة لكن بكل الطرق خاصة بالتجويع والتفقير والتعطيل والسجون للأحرار لأنهم خايفين من انتصار الحراك وقيام دولة مدنية ما الذي يمنع هؤلاء من أن نروحوا يدروا اتفاقية الدفاع مشترك أو توقيع اتفاقية شبيهة باللي وقاح النظام المغربي مع الكائن الإسرائيلي توقع الإصابات عندنا مع الروس أي أن السيادة الجزائرية والسيادة المغربية تصبح محل لعب مع ذلك وهذه أنا نوجهها هنا خاصة للعصابات في الجزائر لأنها ربما يفكرون في الارتباط باتفاقيات الدفاع مع الروس أقول لهم باختصار بسيط تعرفون أن روسيا تحتل سوريا بدعم أنها جاءت تدافع على نظام الحكم القائم احتلال مشترك مع الإيرانيين لكن الروس هما الأساس وتعرفون أن الروس راهم يجربوا في كل الأسلحة وجربوا كل الأسلحة الجديدة والقديمة عندهم في سوريا وهذا مكتوب ومعروف ونشروا آخر ما لديهم من تكنولوجيا بما فيها سواريخ الأس 400 لتحمي كل التراب السوري وشكونا شفنا أنهم كادوا أن يدخلوا في حرب مع تركيا يوم أسقطت تركيا طائرة روسية كانت على حدودها ودخلوا في خصومات مع الغربيين ومع الخليجيين ومع الأتراك ومع الأمريكيين باعتبارهم هما القوى النافذة داخل سوريا إلا مع بلد واحد اللي هو الكام الإسرائيلي إسرائيل تقصف في سوريا متى شاءت من شاءت وقصفت مئات المرات على الأقل ما هو معروف أكثر من 300 مرة معلن وكان في كثير من الحالات يمسس الإيرانيين والإيرانيين كانوا يغضبوا لأنهم عارفين بأنه بدون سماح الروس ما كانت إسرائيل تقصفهم داخل سوريا لكن الروس قالوا الإيرانيين لن نستطيع لن نستطيع أن نقف الإسرائيليين دخولنا لسوريا كان بشرط سمحوهم الغربيين بشدخلوا بشرط أن لا يتعرضوا لإسرائيليين إسرائيليين يفعلوا ما يشاءون في سوريا وهذا ليس سر أن أي واحد يكتب تخرج له كل الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا طبعا الإسرائيليين يبروها على أساس أنه قصف لحزب الله وقصف الإيرانيين وقصف السواريخ لتنتقل من إيران إلى لبنان إلى آخره تبريرات سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة هذه فقط افتحتها بين قوسين بالنسبة للنظام الجزائري بمعنى أنه لو تجيب الروس وهذا لم يعد مستبعد بالمناسبة لو تجيب الروس فأعلم بأنهم أمام إسرائيل سيكونون مثل البطة العرجاء لن يستطيعوا أن يقوم بشيء والمثال الواضح في سوريا عموماً باش نعود للموضوع ما أقدم عليه النظام المغربي من تطبيع مدان وفتح السفارة مدان بشكل أكثر وهذه الاتفاقيات وزيارة وزير دفاع إسرائيلي مدان ومستنكر بشكل أفضع ولا أجد شخصية الكلمات لأدين ذلك أدينه بلا تحفظ بالرغم من إنصافنا وقولنا وأنا قلت هذا عدة مرات من أن الظلم في العلاقات المغربية الجزائرية الرسمية هو الظلم في 80% أو أكثر من طرف العصابات لعننا لكن وكما قالوا كثير من المغاربة الأحرار ليس ذلك تبريراً ولا يجب أن يكون تبريراً لأن وإلا في الحقيقة أن الجيشين الجزائري والمغرب متقاربين وهناك عشرات المليارات من الدولارات التي صرفت على الجيش المغربي إذا كان الإتيان بالكاين الإسرائيلي هو من أجل الدفاع على المغرف هذه كارثة يعني المغرب يدخل تحت الحماية الإسرائيلية ولا أعتقد أن أي شريف شريفة مغربية يقبلون ذلك نعم الخطاب الرسمي لا يقول ذلك ولا يستطيع أن يقول ذلك ولكنه قد يجد نفسه تحت حماية إسرائيلية مثل ما هو بشار اليوم تحت حماية روسية هذه إسرائيل ليست منظمة خيرية إسرائيل لديها حسابات محلية وإقليمية ودولية ولديها استراتيجية ومن بين استراتيجيتها وحتى بعض عندهم في بعض الأمور الدينية يعني اللي هما يجب أن يرؤوا الخراب حول إسرائيل الكبرى ولذلك أنا أرى أنه خطأ استراتيجي قام به صانع الرأي أو صانع القرار في عبارة دق صانع القرار في المغرب أي إن كان صحيح هو من حيث الشكل وربما المضمون أيضا هو الملك لكن الملك لديه مستشاريه ولديه وزراء ولديه اللوبيات ولديه المتدخلين فهذا قرار خاطئ استراتيجيا وسيثبت التاريخ أنه كان ربما كارث إذا لم يتراجع النظام المغربي عن هذا فإنه سيكون كارثة حقيقية أما العصابة في الجزائر فإن الشعب الجزائري سينهيها وسيطيح بها إذا ماهيش الشهر القادم وموش السنة القادمة فيقينا في المدى المنظور يقينا والعصابة في الجزائر لم تعد تمتلك القوة التي تسيطر فيها على المجتمع نعم فيه تخويف الآن وفيه سجون وفيه تجويع هذا لن يدوم وراهي تتراكم كل المعطيات لثورة شعبية عارمة على الأبواب وسيندمون عن الحرك السلمي الحضاري لقمعه قمع شديد سيندمون ندم شديد سيندمون يوم ربما بعضهم يسحل في الطرقات سنكون نحن عاجزين ربما على قول السلمية مرة أخرى لكن سنظل نقول بأننا سلميين وسندعو الشعب الجزائري أن يكون تغيير سلمي لكني أخشى ما أخشاه أن يوجد هؤلاء الجنرالات وقد سحلوا في الطرقات لأنهم ما أخذين موقف عدائي ضد شعب الجزائري أعداء الجزائري هو النظام الحاكم فيها والمتحكم فيها بلا حق وبلا شرعية ترجمة نانسي قنقر